أولاً تقديم المدرب الجديد سيد عبد الرحيم طالب وتانياً تقديم مشروع الفارق لأنه هذا مشروع نادي وهذا المشروع تدخل فيه المدرب لأنه المدرب تدخل في المشروع لأنه بكل صراحة يمكن أن يبنينا واحد المشروع وهذا المشروع يمكن أن يكون معه طالب لأنه المميزة المدرب طالب تتجل في النقاط الأساسية في هذا المشروع